ارجعنا لكم مرة تانية ومعانا الكاتبة النائبة فريدة الشباشي عايزة كنا وقافين عند جزئية القرى فكنت بطلب من حضرتك الاهتمام شوية بموضوع ان القرى فعلا فيه قرى كتير ما عندهاش الوعي الكافي وبيفضلوا ماشيين على ميراس الاجداد والاباء والامهات في انهم يجاوزوا البنات الصغيرين وانهم يخلفوا في سن صغير ويتطلقوا لانهم مش قادر المسؤولية في سن صغير فكل المواضيع دي طبعا نرجو الاهتمام بيها عايزة اسأل الاسدادة فريدة هل في فئات معينة حضرتك شايفة ان احنا لازم يتنظر في امرهم شوية او يتعمل لهم تشريعات معينة او قوانين معينة لا انا شايفة ان كتير يعني مش ضروري فئة فئة كل فئة ليها مطالب معينة يعني انا بلاقي الفئة اللي هي يعني الطبقات البسيطة اللي ما عندهاش غير دخلها بس بتاع اليوم ده بتاع محتاجة توعية لتنظيم الاسرة محتاجة توعية للاهتمام بتوفير مثلا الكهرباء بتوفير المياه بانهم يودوا ولادهم مدارس بان التعليم مهم بان عدم زواج الطفلة لانه انتي النهاردة لما بتلاقي بنت عندها 12 سنة ومعها عيل يعني هي عيلة مع عيل يعني مش ما اقول الناس اللي بتتكلم يعني احنا عمرنا ما حننسى الرجل اللي قال لا مدام الطفلة مرب ربع امرب ربع دي يعني ده ما فيش دماغ ده فيه بس جنس زي ما بقولك احنا محتاجين بقى الخراب الفكري والثقافة الصفروية اللي وفدت علينا من السبعينات لغاية النهاردة عايزين نشيط ده بس ده لازم محتاج ان جهد كل المصريين فيه يعني جهد الام في البيت وجهد الاب وجهد المجتمع عشان كده بالظبط المجتمع ككل بالإعلام بالبرامج بالمسلسلات بمجلس النواب بتشريعاته طبعا بالتشريعات بس التشريعات واحدها لا تكفي طبعا ما هو لازم تقنيعي تقنيعي اللي هيه بتشريعاته ليه بقى لان انا لما علم الناس عبر الإعلام بتاعنا ان انا لما ابقى النهاردة اجوز طفلة عندها 12 سنة يبقى قدامها 40 سنة تانية التخلف فيهم ولا 30 سنة تكون جايباي 10 عيال وحكاية الزواج من اكتر من واحدة يعني ربنا قال انه لان تستطيعوا ان تعديلوا لو حرستهم خفتهم قال تعديلوا فواحدة هم بيقروا بقى زي لا تقربوا الصلاة مسنا وثلاث وربعة وخلاص هي دي الهصة بتاعتنا دلوقتي وبعدين تلاقي الستات دول بقى بيتضربوا يعني قصدي بيتنفسوا يعني هو احنا بس يمكن انا بكلم حادتك لي عشان املنا كبير جدا في التشريعات ويتبقى عندنا الجانب التنفيذي وده اللي برضو بنطلبه ان الجانب التنفيذي يكون على كل الناس ان شاء الله طبعا القوانين لما هتمشي على كل الناس الناس هيبقى عندها ثقة في ان هي خلاص اقتلم القانون على الكبير وعالصغير ولا ما عندوش وسطة خلاص كل الامور هتمشي مزبوطة بس احنا بدينا نشوف بوادر لهذا المطلبك ده بدأ يبان يعني انت عندك مش في وزير اتمسك كده وهو في الوزارة طبعا لا شك لا مش وزير ده في اكتر من وزير اه واكتر مفيش الوقتي مفيش لكن هي المشكلة ان احنا لسه لازم ننقل نرجع مصر انا دايما نقول هتاخد وقت بس ان شاء الله رجع بس كلنا نشارك في هذا هي وهو ده كلنا بالضبط عشان ما يبقاش في عدد من الصالحين واكم من الفاسدين لانه طبعا التشريعات ما كانش بالامل اللي احنا كنا عايزينه في البرلمان السابق او قبل كده بس في النهاية كان فيه تشريعات لحدش بيحترمها يحترمها ليه عايزين بقى انت عندك فساد يعني فساد ما حصلش انا عارف مستشري انا عارف فالفساد ده يعني كان بيطول انفاذ القانون انفاذ القانون على الجميع بالضبط ان شاء الله ده امل كل المصريين ده اللي هيحصل لانه اللي بيطالب بان القانون يطبق على الجميع هو اللي عارف انه هو ما بيخلفش القانون وعارف انه هو دغري انت عارفة زمان لما حصلتلي المشكلة بتاعتي برا قلتلهم انا امي قالتلي امش عادل يحترع عدوك فيك بس وده اللي احنا عارفين ومعملتش اللي انت مقتنع بي اه مش لأ طيب مش هياخدوا بالهم لا يعني يعني سؤال كده اخير احنا فاضلنا دقيقتين عايز اسأل حداتك الانطباع الاولي طبعا انت عارفة لما دايما اول حد ما يخش مجلس النواب اول حاجة بقى تبتدي جوابات اللي هي ايه نائب الخدمات اللي هو عايزين كذا والنبي ويوظفيلي ابني والنبي وكذا وكذا بالزبط انا عارفة ان في حاجات ممكن ان الانسان يساعد فيها لو في مقدور انه هو يساعد بس جاهل حضرتك ناس بتطلب منك خدمات انا ما فيش حاجة بتجيلي دلوقتي الا كده خدمات والله نادر اللي بيقول لي ان فيه قانون كذا فكري فيه مثلا يعني نادر فيه بس الحكاية ان انا اشغل اي حد يطلب شغل طب ازاي انا نفسي يعني على المعاش وقاعدة في البيت بقالي 20 سنة وبعدين مش كده انا مش جاية عشان اشغل واحد وما شغلش واحد انا جاية زي ما انت قلتي عشان نعمل تشريعات يخدم كل المصريين ويقدم لهم اللي يقدر يقدمون حقيقة انا بقول السؤال ده ومنتظر محددتك الايجابة دي وانا عارفة الايجابة علشان انبه بس الناس ان نبطل نطلب من النواب النواب ده دورهم اكبر بكتير جدا النواب بيشرعونا قوانين النواب بيسألوا الحكومة والوزراء عن ما تم بالفعل من الخطة الموضوع للحكومة وما سوف يتم في القريب العاجل والخطة على المدى الطويل ففي حاجات مهمة جدا مش ان هما يوظفونا ولادنا يعني ممكن حاجات ساعات اوكي بنقول اوكي لما حاجات بتخدم منطقة منطقة فيها كوارث مثلا طفح مجاري طبعا لازم نهتم بداه ولازم ان احنا نبلغ النايب عن المنطقة دي علشان يتصرف بالضبط كده وبعدين ما احنا لما نعمل مصارع ولما ننهض ببلدنا هيبقى ما فيش حد محتاج شغلة كله يشتغل كله يشتغل كله يخير يا رب وليه دي كده في جملة اخيرة نبيل الشباشي نبيل الشباشي عمل ايه لما والدته كده ترقصت الجلسة الافتترية نبيل لما والده مات وكتبوا عنه كلام رائع عن علي الشباشي انت عارفة فقال لي ده احسن مراس كان ممكن ابوي يسيبهولي فانا ساعتها قلت له امك حتسيب لك نفس المراس عمري بحنسة انه قال لي انا عارف لما قال لي انا عارف حسيت ان انا خدت اكبر وسام في حياتي يا حبيب الحمد لله الحمد لله ربنا يسعدك بن نبيل وبأدهم ابن نبيل يا رب شكرا وبنهنيكي تاني على مجلس النواب ونتمنى ان شاء الله في الدورة دي باذن الله عندنا امل كبير جدا مش عارفة ليه كل المصري متفائلين جدا ان شاء الله كلنا متفائلين ان شاء الله باذن الله ونتمرن مصر كل الخير بنشكر حضرتك الف شكر يا فرس شكرا الف شكرا سيدة فاريد اعزائي المشاهدين انا استمتعت جدا الحقيقة بالحلقة دي قمة الاستمتاع لما الواحد بيعود مع كاتبة ونائبة لمجلس الشعب مجلس النواب اصفة وقيمة وقامة الحقيقة وبنتمنى كل الخير لوطننا مصر بكرا نتقابل ان شاء الله وحلقة جديدة ولما حلوة جديدة السعسين